مات نجات؟ شوفوا ملا وصفة حتعطيكم إياها ميلا أول شي حتجيبوا السميد النعم حتحطوا منه كبايتين هاي وصفة ميلانا وكي لازم تحفظوها وتطبقوها بسرعة بسرعة كتير سهلة كتير طيبة وان دو شو كمين؟ راح نحط كوب سكر يلا حتي 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 برافو ميلا برافو حبيبي هنحط رشة ملح بس هيك رشة صغيرة هاي رشة ملح صغيرة هلأ شو كمين عنا؟ بدنا معلق الطعام بيكينج باودر أوكي؟ بس نقول معلق الطعام يعني هيدا هلأ منحط بيكينج باودر هبا 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 ديكتاختيها أو منحطها هون منحطها هون هلأ بما أنه خلصنا المكونات الجافة منخلطهم بدنا نضيف عليهم نس كوب سمنة أنا بس أفضل أنه نستخدم سمن حيواني بالحلويات أوكي هيدا نصف الكوب هيدا نستخدم هيدا نشيل هيدا لهون هيدا 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 هاي وصفة الحلو بأسهل المكونات بأقل المكونات ما بتحتاج ولا شي زيادة هلأ بحيكون عندنا آخر مكون أو آخر مكونات وحنكون جاهزين أن نحطها بالفرن شايفي كيف؟ شايفي كيف صارت؟ هيك لازم تكون أوكي راح نضيف عليهم كباية قطر بارد نحنا محاضرين القطر من قبل نعيد ونكرر نستخدم نفس الكوب لكل المقادير هاي كباية قطر بارد يلا تعي نجيب اللبن من البريان يلا نجيب اللبن عشان نحط يلا وخلينا بس نوضح شغلة اللبن يلي عم نستعمله يلي هو الزبادي أوكي؟ لأنه في بعض البلدان بيعتبروا اللبن هو حليب فنحنا اللبن هيدا هو الزبادي أوكي؟ هيدا اللبن بيجي جامد تأكدنا أنه كل المكونات انخلطت سوا نشوفي كيف صار قوام الخليط كتير مهم أنه هيدا قوام الخليط هلا شو راح نساوي؟ راح ناخد هيدا البايركس راح ندهانا بشوية طحينة راح ندهان الصينية بطحينة راح ندهان بطحينة راح نحطهم بالبايركس لدهاننا تحينة إذا ما بدون تحينة فيهم يحطوا زيت أو زبدة يدهانوا البايركس وينخلوا طحين اوكي؟ هيدا بديل لطحينة هلا راح نخليها ترتاح من نص ساعة على ساعة بعدين من زينا باللوز أو بأي نوع مكسرات بدنا وينخبزها بالفرن وبهيدا الوقت شو بنا نعمل؟ بدنا نعمل رولات المسخن بس كمان راح نخلي ميلا ترتاح مع النمورة اوكي؟